السلام عليكم أخوتي و أخوتي و محببا بكم في حلقة الجديدة من حلقة شاف نوردينجوكيك بالنسبة لحلقة اليوم سوف نشوفوا الطريقة لتحضر واحد الكيكي جواحد كيكي راقي في الشكل و كذلك في المنظر و إن شاء الله يعجبكم و إذا برابر الكتلة سوف ندوزوا الطريقة لتحضر أول حاجة سوف ندوزوا خمسات البيضات زائد كاس سكر ساندة كنطلعوهم مزيد بالخلاط الكهربائي أنا كان عندي بيض صغير لذلك استعملت ستات البيضات سوف نضيفة 45 ك PIB game سوف نضيفة عن المنظر باقي كلا ما أعرف تنقل كل ل Belforce سوف نضيفة زائد الكيكي معدر في زائد غير ي recall مغربل باشا كما يتكورش معاكم في الخالة ديال الكاك ويجيكم مكور ما كيجيش شكل يالوم زيان من الاحسان يكون مغربل باشا كا تضمنو نتيجة زوينة بحول الله سوفي غادي نزيدو دوك التسعة المعالقة ديال الدقيق تقريبا هادي نخلطو غادي نزيدو ثلاثة تساشيات ديال خميرة الحلويات بالنسبة لخميرة الحلويات انا استعملت من فئة سبعة جرام يعني سبعة جرام ثلاثة بعض الاوقات كتكون ريك انحسوا مني كنقياسوا الخميرة ديالنا كالقوا بحلة محببة مازال قام اخوينها الى لقيتو لقيتوها كاك محببة يكفي عندكم دوز وافصفاية باش تغربل انا عندي هادي ما محبب باش يعني اسميتو دوز وافصفاية باش اكيا ما تقوليش عندكم كويرات وسط الخالية ديال كيك ديالكم ها انتو ما كما تشوفوا الخالية ديال كيك واجد دابا القاوم ديالو هو اذاك دابا غادي نوجدو القعلب فاش غادي نديرو الكيك بالنسبة للقعلب انا استعملت قعلب ديال الجاج مستطيل دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق دابا على بركة سيلا غادي نخوي في الخالية ديال الكيك ديالي بعد الشكل هذا بعدما خويت الخالية ديال الكيك ديالي اتوبا كيبا كتشوفو غدخلو دابا الفران على درجة 180 غادي نحسب لي تقريبا واحد نصا عطي طيب مزيان هانتو ما كيما كتشوفو بعدما طاب عندي الكيك هنالي اتوبا كيبا كتشوفو غدخلو دابا السوداء والشوكولات البيضاء لكيباش ندير شكل روخامي كيب يعطيه منظر زويلا الكيك ديالي بعدما دهن الكيك ديال بالشوكولاته السوداء انتو ما كيما كاتشفو ذا باع لبركة سيلا غادي ندير خطوط بالشوكولاته البيضاء يكفي انكم تنتبهوا في الطريقة لكن الناس لا يعرفوا كيف يديروا الطريقة الملفة هتعرفوا ذا با كنديروا خطوط هذا الشكل هذا كنديروا كنديروا شي حاجة شي سكين شي معلقة ولا شي حاجة كندقوا ندوزو ندوزو على الكيكة بهذا الشكل هذا با شكا تعطينا الشكل بحال الشكل ديال ملفة يجي وعد الشكل زوين وراقي كنعاودو نعكسو المعلقة يعني كنعاودو نمشو الجهة الاخرى با شكا كي يولي الشكل زوين وبالنسبة لتزين انا قدرت قاطع ديال القرقاع انتم كما كتشوفو فنجات كيكة رائعة 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 عوم مش شكرات ليعطاها واحد لطيقون رائع نتمنى تكون حجباتكم الحلقة ديال اليوم وستفتوا منها ما تنسوش تديروا لايك الفيديو تشتركوا في القناة باشتوصلوا بجديد الوصفات خليوا لي تعليقات ديالكم وإلى حلقة